تستمر احتفالات المواطنين بعيد الأطحى المبارك من خلال الحدائق والمتنزهات المنتشرة بجميع المحافظات وفي محافظة القاهرة فتحت حديقة العبور بمنطقة الزمالك أبوابها للجماهير منذ سابع صباحا وحتى منتصف الليل نتابع المزيد في رابع أيام عيد الأطحى المبارك تستمر احتفالات المواطنين ويظهر ذلك في مختلف الحدائق والمتنزهات والتي فتحت أبوابها لاستقبال الجماهير ومن بين هذه الحدائق حديقة العبور بمنطقة الزمالك يقبل بيبقى بالنهار زمان شاف كده ضعيف عشان الدنيا حر كمان بس آخر النهار الوضع بيتغير تماما يعني في الطول كله حوالي 200 متر في 20 متر وهو شريط كده جميل على البحر بقى بالحضراتي رائع يعني ما فيهش اللي القاعدة بس على عنيه هو ده أجمل ما فيه طبعا شوية الزرع بيبقى في الخلفية بتعمل طبعا منظر جميل كمان حديقة العبور تقع في قلب منطقة الزمالك على مساحة 4000 متر مربع وتتميز بالمساحات الخضراء بالإضافة إلى توفر أماكن للجلوس وممارسة الرياضة إلى جانب ملاعب للأطفال وألعاب طرفيهية أنا جيت ربع يومي لأيض لقين الجو حلو ولقيتها حاجة كويسة وبالنسبة لله هو النيل وهدوء حديقة هادية جدا وحلوة المكان هادي وجو رايق والنيل جميل جدا والخروج دلوقتي أحسن من الزحام بالليل فجو حلو جدا أجواء احتفالية لا تتوقف على مدار أيام عيد الأطحى المبارك وذلك وسط إجراءات تتخذ للتأكد من جهزية مختلف الحضائق والمتنزهات لاستقبال المواطنين من الساعة السابعة صباحا وحتى منتصف الليل